حدث مقتل علي عبدالله صالح في نهايات العام 2017 يعتبر الحدث الأبرز خلال زمن يعني خلال على الأقل عقد الأخير من عمر المشهد السياسي اليمني كما أشار التقرير التحالف ما بين علي عبدالله صالح وما بين الحوثيين كان هو تحالف الضرورة كان علي عبدالله صالح يرغب في الانتقام من قوى ثورة 11 فبراير التي أطاحت به وكان الحوثيون لديهم مشروع يعني سياسي ومعين هو العودة إلى ماضي الحكم الإمامي في اليمن بنفس طبعا إيراني أو خميني وبالتالي كان هناك التحالف لوأد أو محاولة واد الثورة ثورة سلمية وإسقاط الدولة وشن الحرب في كل ربوع الجمهورية اليمنية ولكن بمقتل علي عبدالله صالح أولا تكشفت العديد من الأوراق وأصبح فرصة أمام المؤتمر الشعبي العام أولا جناح صالح لإعادة النظر في الكثير من مواقفه السابقة والانخراط في منظومة العمل السياسي المؤيد للشرعية وأيضا محاولة التخلص من التركة الثقيلة التي خلفها علي عبدالله صالح والعمل كمؤسسة حزبية وسياسية بعيدا عن الطبيعة التي ظلت مسيطرة أو مهيمنة على الحزب كشبكة مصالح تضم العديد من الأفراد أيضا يعني كشفت حادثة مقتل علي عبدالله صالح على أيدي حلفائه الحوثيين خطأ الحسابات التي ذهب إليها الكثير من القوى السياسية بما فيهم صالح يعني بإمكانية التعايش مع ميليشيات الحوثيين أو الوصول معها إلى قواسم مشتركة لحكم اليمن وبالتالي أصبح يتعذر بشكل كبير إمكانية وضع خطوط مشتركة مع ميليشيات الحوثيين إما لتقاسم السلطة أو لأن يكون لهم مستقبل سياسي على الإطلاق هذه جماعة فاشياء ومتمردة وهي لديها مشروع خاص مشروع إقصائي للآخر ويعني قائم على مفاهيم عنصرية تنظر للآخر باعتباره غير مستحق للمشاركة في السلطة ولا يجوز إلا أن تكون عناصر السلالة هي المخولة بالسلطة والثروة في البلاد ولا يحق للآخر المشاركة في ذلك نعم بخصوص الإقصاء والإجرام التي تقوم به ميليشيات الحوثي كيف تصف ارتكاب ميليشيات الحوثي جملة من التعسفات ضد أنظار حزب علي عبدالله صالح بعد مقتله كيف تصف هذه التصرفات؟ هل هي تصف في مصلحة تعزيز التحالف أم العكس؟ يعني في الحقيقة أولا شعور الخوف لدى ميليشيات الحوثيين بالانتقام وشعورها بالعزلة بعد التخلص من حليفها في الانقلاب أصبحت تمارس البطش والتنكيل ضد الجميع بشكل أوسع الانتهاكات التي ظلت تمارسها ميليشيات الحوثيين على مدى ثلاث سنوات وقبل ذلك كان نشط المؤتمر أو إعلام المؤتمر يحاول الدفاع عنها أو تغطيتها أو يعني محاولة غسيل هذه الانتهاكات لكن اليوم أصبح المؤتمر أو كوادر المؤتمر ضحايا لهذه الميليشيات ونحن عندما نتحدث عن هذه الوقائع وهذه السياسات ليس من باب التشفي مرة أخرى ولكن يعني من باب محاولة إدراك الأخطاء الكارثية التي تكون نتائجها على النحو الذي نشاهده اليوم فبالتالي الانتهاكات هذه الواسعة لميليشيات الحوثيين تجاه كوادر المؤتمر في صنعاء ومناطق سيطراتها اختطافات وتصفيات جسدية وإقصاء من المؤسسات الحكومية كل هذا قد يكون فرصة لهذه الكوادر أولا للانخراط ضمن المشروع الوطني المناهض لهذه الميليشيات الإجرامية وفي نفس الوقت يعني كشف مدى بشاعة هذه الميليشيات وتوحشها تجاه المجتمع وكل الآخرين هذه الميليشيات اعتمدت منذ الوهلة الأولى على الاستفراد بطرائدها طريدة تلو الأخرى يعني للانقضاض عليها والتنكيل بها تتحالف اليوم مع مجموعة أو مع كيان أو مع شخصية أو مع قوة وفي الغد تمارس التنكيل والبطش بهذه القوى عندما تتاح لها الفرصة نعم ما تقيمك للوضع الحقوقي في صنعاء بعدما نستطيع أن نقول أنها عزلت أو أنها مستولى عليها الحوثيين بشكل كامل بعد أن فشل خصوصا التحالف في مهمته وأيضا قيام الميليشيات بحملة تستهدف المدنيين خاصة في صنعاء في الحقيقة صنعاء الآن تعتبر سجن كبير يضم الملايين من الناس الميليشيات الحوثيين تمارس سياسة قمعية متوحشة لا تخلو أيضا من النفس الحرس الثوري الإيراني في السلوك القمعي الوحشي وهي أيضا تغرف من مخزون الحقد الكبير لدى الإماميين والهاشمية السياسية تقاه المجتمع اليمني الذي ينظرون إليه باعتباره كفار بحسب أدبياتهم وباعتبار أموال الناس وممتلكاتهم فايدا يمكن الاستيلاء عليها وبالتالي أخي العزيز الوضع الآن في العاصمة هل هناك دول حقوقي في صنعاء يجري لها؟ صنعاء أغلقت منذ الإنقلاب في سبتمبر 2014 على صوت واحد واتجاه إجباري واحد هو صوت الحوثيين لا صوت يعلو فوق صوت الشعار والصوت الشعار الصرخة والملازم الحوثيين ليس هناك مجال لأي تعدد في العاصمة صنعاء هناك اتجاه إجباري واحد فرضته ميليشيا الحوثيين وعمدت إلى تجريف كل مبادئ الحياة السياسية والمدنية في العاصمة صنعاء وعسكرتها بشكل كبير ومناطق أخرى أيضا لا تزال تحت سيطرتها وبالتالي ليس هناك أي نشاط مدني أو حقوقي إلا ما يتفق مع شروط هذه الميليشيا وأي منظمة إغاثية أو إنسانية رغم جهودها المشكورة ورغم المتاعب التي تتحملها لا يمكن أن تمارس أي نشاط في العاصمة صنعاء أو مناطق سيطرة الحوثيين إلا بشروط هذه الميليشيا وبما يتوافق مع سياساتها ويخدم مقاتليها ويعمل على إطالة أمد الصراع والحرب